أعلنت مطرانية الرومي الملكي الكاثوليك في بيان أن غبطة البطريارك يوسف العبسي والسادة المطارنة أعضاء السنودوس الدائم سيصلون إلى عمان في الثلاثين من شهر آب القادم وبين سيادة المطران إلياس الدبعي المدبر البطرياركي أن هذه الزيارة القانونية المقررة ستستمر حتى السادسي من شهر أيلول المقبل وتعتبر هذه الزيارة التاريخية هي الأولى لغبطته منذ توليه السدة البطرياركية حيث تأتي للاطلاع على أحوال الأبرشية ومؤسساتها كما سيلتقي بالإكليروس وبموثلي الهيئات العاملة في الأبرشية وقد أعرب كهنة الأبرشية ومؤمنوها عن بالغ سعدتهم بهذه الزيارة الأبوية وترحيبهم بغبطته وبالسادة الأساقف أعضاء السينودوس المرافقين دعينا الرب الإله أن يوفقهم إلى كل عمل صالح لخير مسيرة الأبرشية الأردنية ورسالتها المباركة